كمان الرئيس عبدالفتاح سيسي التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش نقاط قمة التجامع بريكس بمدينة قزان بروسيا الاتحادية الرئيس أكد موقف مصر الثابت يدينا والداعم للسلطة الفلسطينية ولضرورة توحيد الجهود للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وكمان على حقوقها المشروع في إقامة دولته وفقا لقرارات الشرعية الدولية ورفض مصر لأي مساعي أو أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية كمان المتحدث الرسمي قال أن الرئيسين بحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية وأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي والجميع موقف واضح وحاسم تجاه الممارسات دي بشكل كمان ينهي الكارثة الإنسانية التي بتعصف بالمواطنين الفلسطينيين بالقطاع